اشرح لنا بقى شوية حاجات اليوجا انا المفروض بعملها مثلا ايه مرة في الاسبوع ولا دي حاجة بعملها كل يوم وقتها ايه ايه اللي بيحصل يعني انت ممكن حد بجانور لسه مبتدق عايجي عمل يوجا انت ممكن تبدأيها بعشر دقائق مثلا كم؟ عشر دقائق مش مهم بس اللي هو ايه كأنه روتين يومي كل يوم هتبضل تعملي شوية هتلاقي نفسك بتتعمق فيها اكتر هتلاقي نفسك بتدخلي فيها اكتر يعني هي تبقى عشر دقائق في اليوم يعني لا هي مش عشر دقائق يعني الكلاس مدده كبداية يعني كبداية انت في البيت لو انت مش بتروحي مكان تتمراني فيه انت ممكن تبدأي مع نفسك في البيت اللي هو بس حتى لو هتعادي تعملي تمرين نفس تسترخي ترجع لنفسك تحس ان انت بدأتي ان انت تعرفي نفسك شوية شوية طب وانا قدر ازاي اعرف على التمرين ذي اللي انا بعملها في البيت يعني انا المفروض عندي بيج على الانستجرام بيشوفوا الريلز والحاجات اللي انا بنزلها فيه في اليوتيوب ممكن بيتفرجوا على فيديوز كاملة فيه كلاسز بتبقى موجودة ساعة كاملة بيتفرجوا عليها بيعملوا زيها فيه انواع معينة اليوغا ندور عليها؟ هي اليوغا من الاف السنين ده كان اول نوع في اليوغا اسمه هاتا يوغا ها اللي هو سان تا مون ده باللغة الهندية القديمة معناها النوع ده كان يعني بيشتغل على الفالنس اللي هو ما بين الجزء الانسوي والذكوري ده اقدم انواع اليوغا وده تقريبا اشهرهم بعد كده بدأوا يعملوا انواع تانية زي الاشتانجا ده بيشتغل لو حد عايز يبني عضلات زي الديان يانج لو حد عايز يشتغل على الجزء الانسوي اكتر بس لكن النوع اللي هو السائد قوي اللي هو الهاتا يوغا اوكي ترجمة نانسي قنقر